بهدف تسهيل الخدمة لأبناء الرعية في محافظات الشمال واختصار مشقة السفر عليهم إلى عمان لإنجاز معاملاتهم في البطرياركية الأرثوذكسية افتتح سيادة المطران خيرسوفورس عطالة مطران الأردن للروم الأرثوذكس مكاتب الرئاسة الروحية ومكتب المحكمة الكنسية في إربد على وتنع على إطلاق منصة إلكترونية خاصة بمعاملات الرعية أجواء كلها فرح موجودة بتقريرنا لليوم من كنيسة القديس جوار جيس لروم الأرثوذكس بإربد بهاي الأجواء تم افتتاح مكاتب الرئاسة الروحية ومكتب المحكمة الكنسية ببركة من صاحب السيادة المطران خيرسوفورس جزيل الوقار لكن ببداية الانهار وقبل الافتتاح اتجمع الكل ببيت الرب ليصلوا القدس الإلهي مع صاحب الغطة وبمشاركة من الأرشمندريات أثاناسيس قاقيش الرئيس الروحي لإربد وكهن الرعي الأبذي يونيسيس حداد وعدد من الكهن المساعدين ليكون اليوم مبارك محبة يسوع موجودة بالقداس وهذا اللي يركز عليه سيادته بالكرزة على الرغم من الأحداث اللي عم بتصير بالعالم وانشغال الناس بالإنترنت والغرور والكبرياء وغيرها من الأمور لكن لازم ينظلم وصرين على إيماننا بيسوع وانسلموا حالنا ومحتالنا ليمشي حياتنا حسب ما شئته ومن بعد القداس الكل توجه لمكان الافتتاح وزغروته ومهاها من أخوية العذار الحكيمات ضافت نكهة خاصة لهالافتتاح وبالمي وأغزان الزيتون تبارك المكان أميزة وجود المكاتب إنها بتسهل كثير أمور على المواطنين مش بس بإربد بكل محافظات الشمال بنعمة ربنا تم افتتاح مكاتب الرئاسة الروحية ومكتب للمحكمة الكنسية في إربد الكنيسة كأم دائما بتشعر بمعاناة أبنائها فذلك طراءت الكنيسة عندنا في الأردن بأنها تقسم الأردن لمناطق جغرافية عشان تسهل لأبنائها الوصول للمحكمة الكنسية لمراجعة قضاياهم ومتابعة معاملاتهم فتم بنعمة ربنا وبركة سيدنا المطران خلستفورس بطران أردن والرئيس الروحي أبونا أثنان سخاقيش تم افتتاح يوم الأحد مكاتب الرئاسة الروحية والمحكمة الكنسية بنعمة ربنا أطلقت المطرانية ببركة صاحب السيادة المطران خلستفورس المنصة الرسمية لتسجيل معاملات الخطوبة والزواج والمعمودية فبرضو المكاتب عندنا هون في إربيد بتسهل لمن لا يستطيعوا التسجيل في هذه المنصة التواصل في المكتب هون التواجد في المكتب وبتقوم الخورية بتسجيل المعاملات وتسجيلهم معاملات حسب المنصة حسب القانون الداخلي عندنا في المطرانية فهي من شأنها الذلل العقبات لكل الأبناء الرعية في الشمال كافة بنعمة ربنا المكاتب راح تكون مفتوحة يوميا السبت الاثنين الثلاثاء الأربعة الخميس كل أيام أسبوع باستثناء الأحد والجمعة وأيام العطل الرسمية من الساعة التاسعة ولغة الساعة الثانية بعد الظهر والأبونا سمعان الخوري حكى أنه شوي عن بعض الأمور اللي بتخص مكتب المحكمة الكنسية الخدمة التي تقدم من مكتب المحكمة الكنائسية في إربد هي ضمن نطاق ضيق أو نطاق محدد ولكن هاي النوعية من المعاملات التي سيستقبلها المكتب في إربد هي الأكثر عددا ومراجعين بالمحكمة الكنائسية كونها بتمس موضوع حصر الإرث والتخارج الخدمة اللي بيقدمها المكتب في إربد استلام معاملات تصحيح الإسم وأيضا هناك نقطة مهمة هي التصديق على القرارات الصادرة عن المحكمة الكنائسية في عمان صورة طبق الأصل وأيضا نقطة مهمة جدا هي ختم أو التصديق على حجة حصر الإرث أو التخارج بعدم إجراء تخارج حديث أيضا من ضمن صلاحيات المحكمة في حال رأت هيئة المحكمة في عمان أن يتم سماع الشهود أو خصوم في أي قضية منظورة أمام المحكمة الكنائسية فأيضا هذا الأمر متاح ضمن المكتب في إربد الكنيسة هي المكان اللي أبنائنا بلجأوا إله حتى يشعروا بالراحة والأمان والأطمئنان وهذا الأمر بمجمله ينعكس على نهضة كنيستنا الأرثوذكسية في الأردن وبشكل عام في البطرياركية الأرشاليمية المقدسية وبعدها التقى سيدنا بالرعية ليسمع منهم أفكارهم ومشاريعهم وتناقشوا بموضيع كثيرة ومنها قانون الإرث المسيحي وبصراحة مشاريع وأفكار كثيرة ومهمة وكلها بخدمة الكنيسة والمجتمع بحاول الأبونا ديونيسيوس والرعية توضيحها وعرضها بهذه الجلسة ومنها مبنى كامل متكامل لخدمة الرعية من عروس الشمال إربد لقناة نورسات ليفين حداد